في إطار تفعيل المبادرة القومية للتدريب من أجل التشغيل وقع كل من السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتدريب وتشغيل عشرة آلاف باحث عن العمل باقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقال عبد النور أن هذا البروتوكول يتضمن قيام مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة بتقديم البرامج التدريبية وتحمل كافة تكاليف هذه الدورات من خلال إتاحة تمويل قدره 50 مليون جنيه يخصص لتوفير فرص تشغيل في قطاع الاتصالات فقط وكذا المساهمة في عقد ملتقيات التوظيف والتسويق للمشروع بالمحافظات المختلفة ومن جانبه أشار المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة بالتسويق للمشروع بالمنشآت وتحديد الاحتياجات التدريبية وفرص العمل بقطاع الاتصالات وكذا توفير الشباب من الجنسين الباحثين عن العمل هذا فضلا عن التنسيق مع مجلس التدريب الصناعي في عقد ملتقيات التوظيف لتشغيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضاف المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن هناك عدد من المعايير يجب استفائها في المرشحين للحصول على هذه الدورات التدريبية ومنها أن يكون مصر الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عام وأن يكون المتدرب لا يعمل وقت التحقيه بالتدريب وأن يكون لديه القدرة والرغبة في العمل ترجمة نانسي قنقر